هنشرح دلوقتي بالتفصيل في عشر ثواني بس ازاي تطلب اوبر عن طريق جوجل ماب لانها احيانا كتيرة بتبقى الخريطة بتاعت اوبر مش واضحة وبيبقى انت عندك اماكن محددة على الخريطة بتاعت جوجل ومش عارف تطلب ازاي اوبر من عند جوجل فلازم تود تدور على المكان على الخريطة بتاعت اوبر اه في حل ان ممكن تطلب من جوجل ماب نفسه وده ممكن في عشر ثواني بس ممكن اشفح لكم اول حاجة اتاكد ان اللوكيشن بتاعك اه مفتوح على الموبايل وبعد كده هتفتح جوجل ماب تمام هتختار اه النقطة اللي انت عايز تركب منها وليكن دي مسلا النقطة دي تمام هتدوس دوسها طويلة دغطة طويلة وبعد كده هتروح على اي نقطة تانية اللي هي النقطة اللي انت عايز تنزل فيها وليكن مثلا النقطة دي وهتدوس دوسها طويلة هنا جوجل هيبدأ يجيس المسافة ما بين النقطين تمام بعد كده هتضغط على دسمة الراجل تحت الموجود هنا ده هيظهر لك فوق المكان ما بين النقطين اوكي والمسافة ما بينهم كابت هنا عشرين دقيقة كويس هتلاقي عندك فوق اربع اختيارات بالعربية اروح بالعربية اروح بالباس اروح على رجلي او رابع حاجة ازاي واحد بيشاور للتاكسي هتختار اوبر رابع واحد هنا هيظهر لك الاختيارين دي اوبر اما اوبر العادي او لما دوس الاختيار اوبر العادي على طول هينقيمي الابليكيشن بتاع اوبر وهيفتحه وهيحدد نفس الاماكن اللي انت اخترتها على جوجل مابس من النقطة الف للنقطة باوتوماتيك وكمان هيجيب لك التعريفة بتاعت كل حاجة هيبقى بس ناقص انك انت ادوس الاختيار ده باختصار يا رب تكون افتفدتم اشتركوا في القناة